البيان الذي أصدره رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء لم يكن سوى رسالة بلغة الأهمية للقوى السياسية الرفضة لنتائج الانتخابات بتأكيد على دعم مفوضية الانتخابات بعد إشارات وتلميحات صدرت عن بعض الأطراف تهدد بالوجوء إلى الشارع وطبقا لهذه التلميحات التي بلغ بعضها حد التصريح العلنية جاء البيان المشترك ليدعو الجميع إلى تجنب أي تصعيد يهدد الأمن في البلاد واتخاذ موقف وطني مسؤول يضع في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين وفجرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق توترا شديدا بعد تشكيك بعض الأطراف بها ما أثر مخاوفا من احتمال اندلاع حرب أهلية بين فصائل ترفض التخلية بسهولة عن النفوذ الكبير الذي اكتسبته خلال سنوات الماضية وبحسب مراقبين للمشهد المتشابك فإن الأمر قد يعني أن إيران والقوى المقربة منها ربما تبدأ مرحلة تصعيدا في الداخل العراقي لإلغاء أو تجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية التي قد تخرجها من السلطة تماما أو تحد في الأقل من تأثيرها الذي كانت تتميز به وكان تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويضم هذا التحالف أذرعا سياسية لفصائل متنفدة بعضها لا يخفر طبطه بنظام طهران ورغم أن هذه الفصائل تابعة رسميا للقوات المسلحة وتتلقى رواتبها وأسلحتها من الدولة ضمن إطار الحشد الشعبية إلا أنها تحولت إلى ما يشبه دولة داخل دولة حتى أن نفوذها كما يقول المنوؤون لها يفوق سلطة الحكومة وقواتها المسلحة في بعض المرافق والمناطق ترجمة نانسي قنقر